السلام عليكم مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزي إن شاء الله تكونوا كاما بخير تمتعوا هذه الفيديات عنها اليوم لنجدكم وصفة جديدة وهي قراتا بطريقة جديدة قراتا شاورما هذا اللي كنت شاركته معكم البارح في الانستغرام وفي تيك توك واليوم قلت نعود نحطه لكم بطريقة مفصلة هنا في قناتي على اليوتيوب هذا القراتا اسم قراتا شاورما نتبلو دجاج دعنا بشاورما ما عندها طريقة جديدة بزافة هاي سيعجبكم خفيف وسهل ماهل وما يدلكمش كامل الوقت وتقدروا ما بتحتفظو الوصفة لرمضان إن شاء الله قبل ما ندفو الوصفة ما تنسوش اشارك في القناة التفعيل جرس بشيل حقكم اي وصفة نحطها هنا في قناتي على اليوتيوب في طريقة مفصلة وتانيك رح نقللكم كامل المقادر تعهد الوصفة تلقوهم التحت في صندوق الوصف كيفاش تدخلو صندوق الوصف قدام العنوان كين واحد الفليشة صغيرة كليكيو عليها لتمك يخرج لكم صندوق الوصف هنا نبدأ في طريق التحضير تعينا هنا يجب تصدر تع الججف تعيي باش نقطعه مكعابة صغر من الأفضل تقطعه مكعابة صغر بش تسهل لكم الخدمة ويضيب لكم تمتم وتقدروا دمعتها تقدروا تعودوا الدهجة بفيون داشي ولا بولي آشي ولا داند آشي متى وش يكونوا توفر عندكم هنا في الغيسي بيون نحط الججف تعيي اللي كنت قطعته نحطه كامل باش نتبلوه ونديرولو العمارينة تعنات على الشوارمة هنا راح ندلو في الحاجة الليولة ندلو مغرف كبير مغرف صغير عفوانتا لاموتاغد الخردل اللي هو الخردل ونزيد لها زوج مغارف صغار تعتابي الشوارمة هذا تعتابي الشوارمة يبيعوا هدوك اللي يبيعوا التوابل ويبيعوا الأعشاب قولولو شروب تقس عشرالة فيك فيكم وهنا كمية التوابل هدية اللي راح تلقاها مكتوبة تحتها في صندوق الوصف هنزلت لهم شوية الزيت ونخلطهم كامل وبعدك نخليهم يريحوا هنا لها نخليهم يريحوا بشي يشربوا كامل ذيك البنات على مغينات اللي درناها تعشوارمة معنى تنغطوهم ونخلوهم في الفريجيدر واحد ساعة ولا برة لقياس ما يشربوا هذيك التتبيل اللي درناها باش نضحوا انطيبوهم هنا في مقلة ديروا مقلة بلا زيت بلاوالو خدش كنا درنا الزيت فالأخر هنا حطيت فيها هذك الجوج تاعي اللي كنت درت له هذيك المارينة تعشوارمة بعد ما اتب بالملح نبدأ نطيبو هكذا على نظام تكون توسطة وقعدوا تقليو في حتاوني يتلقلكم هذك الماء يتلقى الماء خدش درنا الملح مع هذو كتوابين اللي قلتلكم تلقوهم بتحت في صندوق الوصف وعلى بنا كامل بلي الملح كنت ديروه مع الججي طيب يتلقلنا هذي كلاسوس التاعوم عندها كيا طيب خلو مش بياه هذي كلاسوس بش ما يجيناش ان القغاتا بتاعنا ناشف وهنا نحي الجج تاعي من فوق النار هنا رحت حكمت كيلو ورطلت على الباطاطا اللي كنت قطعتها بش نديرها الطيب تغلي كيلو ورطلت على الباطاطا جاني انا في هذك اللي مولت عقاتا يجي شوية كبير هذك اللي قدروا تديرو حسب افراد العائلة هذي اللي طاب اللي ديرو فيها الباطاطا الطيب من الافضل ديروها كتديرو هذك تتبيلة تديروها تداجج و تخلوه يريح ما بدي ريح هذك اللي جج ديرو الباطاطا تتعكم الطيب هذك ما بديك طيب والجج وتلغو كل شو يجد هنا البطاطا طاحت اللي كامل ما حبيش نعود نصور خليها هذك مش تشوفو الموهم هنا بعد ما طابت لي البطاطا التاعي من الافضل وهي سخونة اجو تعبزوها خاتلو كان تكون بردة ما رحش تعبز لكم مليح من الافضل هذك يتكون سخونة اجو عبزوها هذك بالفرشيطة ولا بهدية تاع البطاطا ليتهيرس البطاطا بعد ما هيرستها درت لها ملعقة صغيرة تاع الزبدة وزوج سنينة تتاع الثوم اللي كون تربيتهم ودرت لها هنا كمية تاع المعدنوس اللي كون تقطعت وها قدر قيق درت لها شوية تاع الملح شوية تاع الفلفل لكحل تقدروا تعوضوا بالفلفل اللبيض وتقدروا تتبلوها بوش حبيتهم تومة وهنا لي حب زيت زيتونة أنا درت لها شوية تاع الزيت زيتونة خطش نحب منها تاعوا بزاف خلتهم لي حاقدم نحطها بجه هنا نروح نجيب الفورماج جتائي اللي حنستخدموا اليوم القراتان هذا لقراتان يا من عند لوموندوغ معانتها لوموندوغ هو دارو هاد الفورماج سبيسيال لقراتان سبيسيال ما تيديروه غير في لقراتان أنا يعجبني بزاف يجي القاوة بتاعه يابس شوية ماشي كيما الفرامج الاخرين على بري رح يعجبكم لو كانت تستيوه هنا كنت قطعتها قدر قيطع منه باش نحطهم في لقراتان التاعي اللي حنديرو بعدما قطعت مرصوات منه وحطيتهم بجه ورح جبت المولت على لقراتان التاعي أنا درت قناتها معانتها كبير معانتها تقدروا قطعت لكم نصفو الكمية كيما تحبونتوما لحسب أفراد العائلة درت هكذا كوايرات كبار من هذيك الباطاطا اللي كنا درنا لها المعدن وصو الاخرى كذا درت منها كوايرات ونبدأ نبسط فيها هكذا بالمغرف شغلان ينشكل في حفرة في الوسط ونبسط فيها معانتها الطريقة رايت تهضر على نفسها سهلة بزاف طريقة وتجيب بزاف غيزون طب ويقدروا يأكلوا من نوحة التاعيباد كما قلت لكم في رمضان تقدروا في رمضان زيما كتديروا هكذا عرضها في رمضان تعالى فامي تقدروا معانتها يأكلوا من نوحة التاعيباد بعدما عبصته بهذه المغرفة قدرت لدخل الفورماتش تاعيب هذه الحفرة وهنا نجي لعمرهم بالشاورما اللي كنت قدرتها كما را كنت شوفوا هذيك شاورما كامل نحطها فوق قاع الحبات التويها هذو ما اللي قدرتهم نكملوا كامل الحبات هنا إما تحبوا تديروا بشغل تكون خفيفة أو صوص فخومة جولة تقدروا ممصص طومات أنا ما حبيش نعي روحي بزاف حبيتوا يجي سهل بزاف جبت لكخام في خاشمة على كخام ليكيد الخاصة بالطبخ ودرتها قدام من الفق بش ما يجي ناشف برك معنتها ديروا منها غير شوية بش ما يجي ناشف القناة بتاعكم اللي تقدروا ديروا بشها مع الأصوص طومات كما تحبون توموا هنا يا بعدها رابيت عليها الفورماتش هذا وندخلوها تدقراتينا حتى وين يدو بلنا هذك الفورماتش تخلوها شوية تشعلوا عليها تانيك من تحت ومن الفق المهم حتى وين يدقراتينا هذك الفورماتش بتاعكم وتقدموها شراء تكون عجبتكم وصفة نهاليومة اشتركوا في القناة بتفعيل جرس بتلحقكم اي وصفة نديرها لكم ان شاء الله